أعلنت أكثر من 16 وكالة ومنظمة أمريكية توجهها إلى شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ قب 27 ومن جهتها ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ جون كاري يترأس الوفد الأمريكي يرافقه عدد من كبار المسؤولين وأضافت أن الوفد الأمريكي المرافق يضم وزير الخارجية أنتوني بلانكين ووزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم ورئيس التنفيذي لشركة ميلينيوم تشالينج الحكومية ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني ومدير الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية